أهلا بكم في فيديو جديد هنقدم لكم فيه حاجة مميزة جدا هنتكلم عن برنامج موزي اللي هيحاول الكلام اللي بتكتبولي كلام بيتكلم يعني بيحاول النص لصوت يلا بنا نستكشف مع بعض البرنامج السحري ده البرنامج اللي معنا نهاردة هو برنامج فوكس بوكس مقدم من شركة آي مايفون وأمام زيال برنامج ده انه بيحاول النص الى صوت من إضافة انك تقدر تعمل عليه تعديل للصوت تقدر تستخدم البرنامج في التدريس او العروض التقديمية او انشاء فيديوهات وبيساعدك كتير لو انت مش حابب تستخدم صوته من مازال برنامج انه بيحاول النص لصوت وبيعمل استنساخ للصوت ايضا بيتضمن 46 لغة و3200 صوت وتقدر تستخدم اصوات لمشاهير وتقدر تعمل voice-over احنا دلوقتي في موقع آي مايفون اللي بيقدم لنا هنا آي مايفون بوكس بوكس وده البرنامج اللي احنا هشتغل عليه النهاردة هنشرح دلوقتي ازاي ان احنا بقى نقدر ان احنا نحمل البرنامج وازاي ان احنا نستخدمه لو اللي عزت هنا طبعا هو جايب لك هنا بعض التفاصيل خاصة بالبرنامج وتقدر هنا بكل بساتة تشوف الريبيوز الخاصة بالبرنامج هتلاعز ان التقيمات كويسة جدا وان البرنامج ده متاح لي اربع حاجات اول حاجة وهو الويندوز وعندك هنا الماك طبعا لو انت ضغطت على اي واحدة هتتحدد هنا وعندك هنا الاندرويد والأبل اللي هو الاي او اس لو انت حابب ان انت تحمله على اي حاجة من دول بكل بساتة بيصار لك هنا تحميل الخاص بكل موقع فانا وجيت هنا ضغطت على الويندوز فانا بكل بساتة هعمل try it free عشان ابدأ عملية التحميل قبل ما نحمل هتلاعز ان هو جيب لك هنا تحت اللغات اللي ممكن تكون موجودة طبعا هو فيه لغات كتيرة جدا وهنا voices وهنا cloning هتلاعز هنا مثلا هنا اللغة وانا مثلا لو انت ال voices لو انت حابب تغير صوت معين زي مثلا هنا وانا لو انت عايز تستنسخ صوتك من صوت اخر بشكل ده ودي ما زي جميلة جدا في البرنامج ان انت تقدر تستخدم الوات كتير كزيزك الامر عندك اصوات كتير وتقدر تعمل عملية اللي السنساخ يعني تقدر تحول الصوت بتاعك لأي صوت تاني الآن زينا تحت هنا طبعا هيجيب لك برضو بعض التفاصيل خاصة باستخدام التطبيق برضو لو جنا نزينا تحت هنا جيب لك برضو حاجات تانية خاصة بالموقع او البرنامج زي مثلا هنا تقدر انت تعمل هنا مثلا اللي انت تقدر تعمل تعديل للصوت تقدر تعمل تحويل صوت مثلا من الامب 4 للامب 3 وعندك كمان تقدر ان انت تعمل real time recording انت تقدر تسجل الصوت في وقت الحقيقي يعني مباشر يعني وهنا برضو عندك في حاجات اسمها تكست اكستراجشن وبرضو الـ audio file هنا كل ده تقدر ان انت استخدمه باستخدام البرنامج برضو انا جايب لك ان انت تقدر تستخدمه في الـ في البيزنس في الكونورزيشن سيستيم في الويس ستوديو في الودي بوكس اند بودكاست. عشان نحمل التطبيب بكل بساطة هنعمل هنا تراي ات فري عشان تبدأ عملية التحميل هطلع زين هو بيحمل هنا اوه بالشكل ده. كل بساطة بيضغط بعد ما يحمل هنا سواء بعد استخدم اي برنامج تحميل او هيحمل مثلا باستخدام نود اصفح. بيضغط على العلمة دي عشان يفتح معاك المكان التحميل بشكل ده. كل بساطة بتضغط عين مراتين اتنين عشان يبدأ عملية الدونلود ويت سطب على الجهاز. اولا ما ندوس ايس هيجي لك هنا انستول. طبعا هنا بيجيب لك لو انت حابب ترى اه الشروط بتاعته. هنعلم عليها ونعمل على طول. تبدأ دلوقتي عملية التحميل الخاصة بالتطبيق او البرنامج وعملية الانستورنينج بالشكل ده. زي ما عشبين دلوقتي الرئيسية للبرنامج تقدر طبعا ان انت تكبر التطبيق بالشكل ده او البرنامج بالشكل ده بحيس يظهر في شاشة كلها. هنا طبعا المنطقة اللي احنا بنكتب فيها السكريبت او الكلام بتاعنا بتجيه هتحط اي كلام انت عايزه مسلا انحطيت جملة زي دي. وعندك هنا طبعا تقدر ان انت تختار الاشخاص او انت حتى لو حابب تضيف الصوت تقدر تضيفه. مسلا هجيه هنعمل change voice واختار اي صوت انا عايزه وعمل use. وكل بساطة بروح هنا اعمل convert فيها اللي من ديها بتبدأ على طول عملية الانشاء. بتجيه هل تضغط على تشغيل عشان تبدأ عملية التشغيل وتسمع الصوت اللي انت تختار. مسلا احنا هكتبين welcome to the fantastic box box program. هنضغط على ده كده. وده كان صوت تاني تقدر برضو انت تستخدمه. ميزة كمان برضو تقدر تستخدمها مسلا مثل الفلاتر اللي وجيت مسلا هنا حددت كلمة زي welcome. ممكن نجي هنا اقول له speed. يقول انت عايز ان speed بتاعتها مسلا بطيئة سريعة. ممكن نقول له مسلا نخليها slow. بالشكل ده. فباديها هنا اعمل ناتب slow. برضو عادة مسلا بعض الكلمات الاخرى تقدر ان انت تحدد فيها اي حاجات تانية مسلا هنا ممكن نجرب البيتش. ممكن نخليه مسلا اكس هاي. برضو هديك هنا الافكت بالشكل ده. برضو بكل بساطة تقدر تدوس على كونفرت عشان يحول لك النص لصوت. ممكن تغير الصوت من هنا. اختاره مسلا حاجة زي كده. بنامج يوز. ونضغط على كونفرت. هتلاحزين ان هو هنا خلص. نشغله بالشكل ده. طبعا البرنامج بيدعم لغات اخرى يعني مسلا تقدر هنا بكل بساطة تيجي تكتم مسلا بلغة العربية. وتروح على تشينج بويس. هتلاحز هنا في اللغة هتنزل تحت هتلاقي اللغة العربية. ومحدد لك بقى كل مسلا المصرية البحرين الجزائر. مسلا نختار المصرية وبيجيب لك هنا طبعا نجيب لك اتنين بس هنا تقدر تستخدمهم. فلنفترض مسلا نختار سالمة هنا بالشكل ده ونعمل يوز. ونجي هنا بكل بساطة بنعمل كونفرت. السلام عليكم. هتلاحزين ان هو هنا هقدر ان هو بكل بساطة يحول كلام من اللغة العربية للنطق بالشكل ده. وبطريقة احترافية جدا. مسلا بقى هقول لك على حاجة حلوة عوج عجباني في الموقع. ان انت لو عملت تشكيل لكلام العربي النطق هيبقى احسن بكتير. مزايا اخرى برضو موجودة في البرنامج زي voice cloning تقدر طبعا ان انت هنا تستخدمها. طبعا بتقدر ان انت مسلا تتحول النص لصوت. وتقدر ان انت تستنسخ او تنسخ الصوت. من مسلا صوت شخص لشخص تاني. ايضا عندك ان تقدر ان انت تتحول voice to voice. تلاحز هنا طبعا جايب لك تقدر تحول voice to voice. يعني تقدر ان انت مسلا تحمل voice خاص بك. وبكل بساطة بتطلب من البرنامج ان هو يحول الصوت الخاص بك لصوت تاني من الاشخاص دي. مسلا عندك دونالد ترامب. جو بايدن. وبعد الناس المشاهير. عجبان برضو الطريقة دي. هنا برضو في speech to tickets. هنا طبعا تقدر ان انت تحول الكلام او الصوت لنصوص من خلال الطريقة دي او الميزة دي. انت بترفع هنا صوت. وبكل بساطة بتطلب ان هو يعمل لك convert عشان يحوله لك لنص. برضو ميزة جميلة وهي record ان انت تقدر تسجل بكل بساطة باستخدام التطبيق. لو ضغطت على العلامة دي هتقدر ان انت تسجل صوت دي برضو ميزة حلوة. كذلك عندك ال audio converter ان انت لو عندك مثلا صيغة مختلفة. هنا مثلا عندك ال m3 wave. حاجة تالية زي. طبعا كل بساطة تقدر تحمل اي فايل وتطلب ان هو يعمل لك export لها بصيغة m3 او اي صيغة ما انا قلتها لك دي. ال edit طبعا ده بالنسبة لو انت رفعت هنا ببزامونتاج كده للصوت لو قدرت ان انت ترفع صوت هنا تقدر بكل بساطة ان انت تقطع فيه وتزبط فيه من خلال هنا. ازا فده برنامج متكامل تقدر ان انت بكل بساطة تحول النص لصوت او تستعمل استنساخ او voice to voice. كل دي باستخدام الموقع الجميل ده. الذي يعمل بالزاكرة الصناعي المقدم من شركة جميلة شركة اي ماي فول. تفاصيل اخرى خاصة بالبرنامج تقدر ان انت تتابعها من خلال الموقع. يضع لك برضا تفاصيل كتير ومزايا كتير. هنا مسلا ممكن يشرح لك ازا تستخدم التطبيق بطارية اكتر. طبعا هسيب لك الرابط دي كلها في وصف الفيديو. كذلك الامر ما ننساش ان احنا شرحنا قبل كده. تطبيق رائع وهو الماجيك مايك. برنامج جميل او تقدر برضا ان ان انت تحمله وتستخدمه على جه عايزك. وبرنامج بيقدم مزايا حلوة قوي. التطبيق ده من خلاله تقدر ان انت تغير صوتك يعني مسلا لو انت بتلعب لعبة اونلاين وحاقب ان انت تغير صوتك او بتعمل او بتشرح حاجة. تغير صوتك لصوت ثاني خالص مستعار حتى لو هيبقى صوت مشاهير. او صوت مسلا مستعار زي مسلا اصوات الكابتون حاجات زي كده. فده طبعا الفيديو اللي احنا شرحناه قبل كده. وبكده يبقى احنا شرحنا مبادر النهارده برنامج مهم هو برنامج بوكس بوكس المقدم من شركة اي مايفون. برنامج رائع يكون بتحويل النص الى صوت كده وبس مزايا كتير زي مسلا انت تقدر تحول الصوت لنص. كزيك الامر تقدر تعمل تعدلات على الصوت بتاعك وتقدر تسجل وتقدر تعمل تنتاج للصوت بكل بساطة. تقدر دلوقتي تحمل برنامج بوكس بوكس من على الموقع الرئيسي. هسيب لك الرابط دي كلها فاصل في الفيديو. وتشترك في الموقع وتستمتع بعمل وعمل الصوات احترافية باستخدام برنامج بوكس بوك اتمنى تكون عجبتك الحلقة لو عجبتك الحلقة ما تنسى الشيك في قناة بازر الجرس عشان يصدر كل فيديوهاتنا وفي النهاية. السلام عليكم.